النشرة الصباحية من الميادين والبداية مع العنوان الهلال الأحمر السوري يبدأ بنقل حالة إنسانية من الغوطة الشرقية لدمشق إلى مستشفيات العاصمة باسيل ينتقد تخذل الموقف العربي بشأن القدس ويؤكد للميادين أن زيارته إلى سوريا ستأتي في حينها سلسلة مجازرة بحق المدنيين في اليمن 130 شهيدا وشريحا في غرات للتحالف السعودي على صنع وتعز والحديدة صباح الخير أعلن الهلال الأحمر السوري نقل عدة حالات إنسانية من الغوطة الشرقية لدمشق إلى مستشفيات العاصمة وذكر الهلال الأحمر أن العملية تجاءت بعد زيارة رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الأسبوع الماضي إلى سوريا ولقائه مع الرئيس بشار الأسد في ريف دمشق الجنوبي الغربي استسلم مسلحه النصر والفصائل المرتبطة بها بعد تطويقهم من الجيش السوري وقد أوقف الجيش عملياته على محور مغر المير مزعد بيتجان وأكد أن المسلحين خضعوا للدخول في مفاوضات بهدف نقلهم من المنطقة المعارك ضد الجماعات المسلحة في ريف دمشق الغربي في هذا العرض لأحمد عبد الله أهلا بكم انتهى وجود الجماعات المسلحة وأخرجت جباة النصر من آخر معاقلها في الريف الجنوبي الغربي للعاصمة السورية دمشق بعد رضوخها لشروط الجيش السوري الذي أطبق الحصار عليها في مغر المير وتل مروان ومزرعة بيتجان قرى جبل الشيخ لطالما تميزت بموقع جغرافي استراتيجي نظرا لوقوعها على الحدود مع الجولان المحتل والحدود اللبنانية وقربها من دمشق ونتيجة لوجود مواقع عسكرية محصنة كانت معدة للدفاع في وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي المجموعات المسلحة كانت سيطرة على عدد من هذه القرى كبيت جن ومزرعة بيت جن مغر المير بيت سابر بيت تيما كفرحور بمساحة تقدر ب120 كيلو مترا مربعا وكان المخطط وصل هذه القرى بخان الشيح وبعدها باتجاه دارية عبر الاستعانة بمسلحين نقلتهم إسرائيل من القنيطر عبر الجولان المحتل إلى بيت جن تمكن الجيش السوري بداية من السيطرة على خان الشيح وبدأ بتاريخ الثامن والعشرين من أيلول سبتمبر عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من قرى جبل الشيخ والتلال المحيطة بها وبعد معارك كر وفر تمكن الجيش السوري من السعادة قرى بيت سابر بيت تيما كفرحور التل الفرنسي تلول السوادي تل الضبع منطقة الوعر لتبلغ المساحة المحررة نحو 85 كيلو مترا مربعا بلغت خسائر المسلحين نحو 110 قتلى بينهم 10 قادة و160 جريحا 40 منهم يتلقون العلاجة في المشافي الإسرائيلية وتم أسر 13 مسلحا ثلاثة منهم أحياء أما من تبقى من المسلحين فسينقلون إلى محافظتي إدلب ودرعة من مغر المير وبيت جين بعد دخول الجيش السوري إلى هذه القرى وبذلك فإن استعادة هذه البلدات يعني إنهاء مشروع إسرائيلي استخدم هذه المجموعات المدعومة مباشرة منه بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية والاستشفاء من أجل تشكيل جدار عزل إسرائيلي على حدود الجولان المحتل ومنع الجيش السوري وحلفائه من التواجد في تلك المنطقة قال رئيس الأركان العام للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع فاليريك جيراسيموف إن المهمة الرئيسية في سوريا للعام المقبل هي تدمير مسلح جبهة النصر الإرهابية الذين يوجدوا بعضهم أو بعضهم في مناطق خفض التصعيد جيراسيموف أضاف أن الجيش الروسي في سوريا واجهه نحو سبعين ألف مسلحا من داعش وتمكن من القضاء على نحو ستين ألفا منهم وشيرين إلى أن أكثر من ألفين وثمانمائة منهم قدموا من روسيا التقى وفد من ثلاث عشرة شخصية برلمانية سياسية وشعبية مصرية رئيس مجلس الشعب السوري حمود أصباق في دمشق الوفد السوري هنأ بانتصارات الجيش السوري وحلفائه واستعداته الكثير من الأراضي السورية كما أكد أعضاء الوفد أن الجيشين المصري والسوري في خندق واحد في مواجهة الإرهاب جئنا لكي نشارك الشعب السوري قيادة وجيشا وشعبا احتفالات النصر بنهنيهم على ما أنجزوا في مقاومة الإرهاب وصمدهم وقدرتهم على انتزاع النصر من الإرهابيين ومن القوى الهمجية الدولية التي تكالبت كلها لمحاولة نهش الجسد السوري ولم تنجح أكثر من مئة دولة بتدعم الإرهاب في سوريا ولم تنجح أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا قائمة ومستمرة ولم تنقطع وأنه سيلتقي نظيره السوري الوزير وليد المعلم من دون أي عقد باسيل قال في حوار على الميادين أن زيارته إلى سوريا ستأتي في حينها أنا ما أتمنى إلا لسوريا أنه بلد جار كل السلام وكل الخير ونحن معه بمواجهتها للإرهاب وما فينا إلا ما نكون معه ونتأمل هي كمانا تكون معنا وما نكون عم نواجه بس بالآخر الشعب اللبناني بيقرر من حكامه والشعب السوري بيقرر من حكامه باسيل قال للميادين أن السلوك اللبنانية تجاه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في أزمته مع السعودية جاء من منطلق سيادي وأكد أن الحريري لم يخبره بما جرى معه في السعودية مضيفا أن العلاقة باتت أقوى معه بعرف تماما أنه كان بوضع التعبير الدبلوماسي الذي اعتمدته ملتبس غير سليم بوجوده خارج البلد ولما رجع رجع عن الاستئالة ورجع إلى حكومته إلى رئاسته ورجع إلى الوضع السليم وحول القدس قال باسيل أنه لو لا السكوت العربي المعروف والمتفق عليه لما اتخذ الرئيس الأمريكي قراره واعتبر أن المسؤول عن ما يجيه ومن تخلى عن المقدسات وأكد باسيل أن الموقف العربي الرسمي متخاذل ويتلهى بالانقسامات على حساب الحقوق من مسؤول عن كل ما يحدث الآن لمسيرة السلام الفلسطينية مسؤول كل من تخلى وعطى إشارات أنه هو مستعد يتخلى عن المقدسات مثل الإدس للإدس اليوم لو ما فيه سكوت عربي معروف مسبق ومتفق عليه كان بيتأخذ هذا القرار ارتكب التحالف السعودي أربع مجازر توزعت بين تعز والحديدة وصنعاء وكان آخرها استشهاد أسرة مكونة من 14 شخصا بغارة استادفت مزرعة في الحديدة وفي تعز جنوب البلاد أعلنت مصادر طبية يمنية استشهاد 24 شخصا وإصابة أكثر من 80 بينهم نيساء وأطفال في غارات للتحالف السعودي على سوق شهراء الأرض تأبى أن تشرب الدم ربما في تلك شهادة على ما تقترفه أيدي القتل دماء تسيل وما زالت منذ أكثر من ألف يوم في مختلف بقاع اليمن مجزرة ذمار من الشواهد على الحرب المستمرة فأرواح الشهداء أزهقت لدى قصف طائرات التحالف السعودي مبنى مقر مصلحة الجمالك في المدينة وتأتي هذه المجزرة بالتزامن مع مجازر أخرى ارتكبتها مقاتلات التحالف السعودي حيث استشهدت ثلاث نساء لدى استهداف سيارتهن في مدرية الجراح جنوب الحديدة وفي إحدى مزارع مدرية زبيد في المحافظة استشهد ثمانية مدنيين بعدما وجدوا أنفسهم في مرمى قذائف طائرات التحالف في الوقت الذي شنت فيه طائرات التحالف عشرين غارة على مدرية الخوخ الساحلية بالمحافظة في محاولة منها لإسناد قوات هادي وليس أقصى من صور الخراب هذه إلا صور ما اقترفته غارة التحالف العدسات توثق بدقة كيف دمرت القذائف منزل حارس النصب التذكاري للجنود المصريين الذين سقطوا في اليمن إبان ستينيات القرن الماضي الحارس وزوجته وخمسة من أفراد أسرته استشهدوا في الغارة بينما الأطفال ذاهبوا إلى المدارس فوجئنا بهذا الضربات الغادرة على منزل البريء حارس المتنزه حارس المتنزه متنزه عصر خمس غارات على منزله مما التالي استشهاده هو جميع أفراد أسرته وعلى صعيد المواجهات استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات قوات هادي في وادي الربيعة بمدرية صرواح غرب مأرب شمال شرق اليمن تجمعات قوات هادي كان لها نصيب من النيران الصديقة لدى شن طائرات التحالف السعودي غارة خاطئة على شمال جبل نابضة بمدرية موزع جنوب غرب تعز جنوبي اليمن وفي جبهة موراء الحدود اليمنية السعودية أفد مصدر عسكري يمني بقصف الجيش واللجان تجمعات قوات هادي من نجران السعودية كما شن الطائرات التحالف سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة الطلعة بن جران حذر نائب المدير العام لمكتب الصحة في محافظة الحديدة وليد العماد قال للميادين أن المناطق المستهدفة هي سكنية وبعيدة عن جبهات المعارك الأولى استهدفت مزرعة المشرع السرق مديريات التحيطة حيث وصلتنا للإحصائية الأول إلى الآن ستكاد 14 شخص وعدد من الجرحة من أسرة واحدة والغارة الثانية كانت على مزرعة القناعي بنفس المديرية ولم يصلنا أي حصائية على العدد الشهادة والجرحة لأن الطائرات ما زال يحلق فوق مسلح الجريمة التي أرتكبها كان المنطقة يعيشها الناس مواطنين آمنين ليس لهم داخل بما يتم في الجرحات كما استهدافهم بدون مبرر النشاء الصباحية مستمرة ولكن بعد هذا الفصل القصير من جديد أهلا بكم بمشاركة شخصيات عربية إسلامية ومسيحية وحضور واسع لفصائل المقاومة عقد المؤتمر الوطني في غزة تحت عنوان القدس عاصمة فلسطين الأبدية المجتمعون أكدوا دعم الانتفاضة ودعوا إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي تقرير أحمد غانم يبهجنا إلنا الأرض راح من قاتل برد وصيف بدك ترحال عنها الأرض أو بيشيلك حد السيف ضع صف ريح وينزل ليل والأسوار بتتعلم والسحف وارد وخيل وبراج تشلق كله ضع صف ريح وينزل ليل لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة رسالة شكلت منطلق هذا المؤتمر الوطني الذي دعت إليه حركة الجهاد الإسلامي المؤتمر شهد حضورا واسعا لفصائل المقاومة التي جددت تأكيدها رفض قرار ترام بشأن القدس وفشل مسيرة التسوية كما تضمن دعوة السلطة الفلسطينية إلى إلغاء اتفاقية أوسلو وقطع العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل الانتفاضة يجب أن تتصاعد ويجب أن تستمر التطبيع يعني تنازلا عن الحق التطبيع يعني إضفاء شرعية على ما تقوم به إسرائيل التطبيع يعني إقرارا بالأمر الواقع حق المقاوم أن يستخدم كل الوسائل وبالتالي من أدوات المقاومة هي الكفاح المسلحة أو العمل العسكري لكن المقاومة في الأساس هي فكرة فكرة عدم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي عدم تسليم له بأي شيء مطلوب عقد اجتماع عاجل للمناء العميل الفصال الفلسطيني من أجل الاتفاق على استراتيج مواجهة بتصعيد الانتفاضة المؤتمر الذي حمل عنوان القدس عاصمة فلسطين الأبدية شاركت فيه شخصيات عربية إسلامية ومسيحية عبر كلمات مسجلة أكدت فيها أن الفيتو الأميركي الأخير في مجلس الأمن استمرار لعقلية أميركا في المنطقة ودعت الكلمات الحكومات العربية إلى وقف التطبيع مع الاحتلال دعية الفلسطينيين إلى إذكاء الانتفاضة الشعبية بكل الوسائل المتاحة انطلاقا من الوحدة الوطنية مقاومة التطبيع أيها الأخوة واجب شرعي ومسؤولة إنسانية حضارية تقو على آتق شرائح المجتمعات العربية والإسلامية جميع ضباط المقاومة في الفصائل عليكم أن تعلنوا التجنيد الإجباري لبناء جيش فلسطيني جيش يكون قادرا على دوس كرامة أمريكا وإسرائيل المؤتمرون دعوا العالم العربي ليخذ زمام دعم انتفاضة الفلسطينيين في وجه الاحتلال والإدارة الأمريكية مشددين على أن تهديدات إسرائيل بضم الضفة الغربية ستسقط كما سقط القرار الأمريكي الأخير في الأمم المتحدة التأكيد على مركزية قضية فلسطين وإعادة توجيه البوصلة نحو القدس فضلا عن الدعوة إلى تصعيد الانتفاضة الشعبية كانت أهم رسائل هذا المؤتمر الذي رفع الصوت عاليا ضد السياسات الأمريكية والممارسات الإسرائيلية أحمد غزة الميادين أدى وحذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هانية من أن القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس جزء من معركة كبرى لتغيير معالم كل المنطقة ولتصفية القضية الفلسطينية وأشدد على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة للحفاظ على وحدة فلسطين عشان هيك عشان هيك إحنا دعونا وما زلنا ومتمسكين بضرورة إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية وفق اتفاق القاهرة اللي إحنا كلنا ارتضينا أن نمضي على أساسه تحت الرعاية المصرية الكريمة أي تباطؤ في هذا الموضوع سيكون له نتائج وخيمة ليس فقط على حدود غزة وما تعانيه بل على مستوى القضية الوطنية أجمع أما رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار فقال أن الحركة اندفعت نحو مشروع المصالحة وأنهاء الانقسام وضع المصالحة يحتاج إلى تضافر جهود كل الفلسطينيين وكل العرب وكل المخلصين الحريصين على القضية الفلسطينية للنهوض بهذا المشروع وعدم تحويله إلى عملية زي العملية السياسية زي عملية السلام نحن أبناش المصالحة تستمر عملية تستمر على مدار سنوات لأنه نحن يلزمنا 3-4-15 سنوات عشان نعمل المصالحة لا نحن نريد أن ننتهي من هذا الملف نريد من كافة قوة مجتمعنا الفلسطينيين أن تضع كتفها وأن تضع يدها لحمل هذا المشروع للانتهاء من هذا الموضوع وعطي هذه الصفحة السوداء بأسرع ما يمكن لأن وضع قضيتنا والمخاطر التي تتعرض لها قضيتنا لا يحتمل مزيدا من التأجيل أو من التسويف تصرحات وهنية والسنوار جاءت خلال اجتماع قيادة حماس مع عدد من وجهاء ومخاتير قطاع غزة وقد طالب المجتمعون بتشكيل لجنة تساهم في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وحمايتها تقرير لنا شهيد تشكيل لجنة من المخاتير ورجال الإصلاح لتتولى حماية المصالحة دعوة تبناها كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار خلال لقاء مطول جمعهما بوجهاء قطاع غزة تشكيل هذه اللجنة مطلبنا من الأول وهذا حق الوطن علينا أن نقولها لمن لا يريد أن يسهل المصالحة لو كنا موجدين ونعرف من الذي يعطل ومن الذي لا يعطل حماس وفتح هم الأنصر الأساسي اللاعباء الأساسي في الملعب فلابد أن يبذل كل الجهد وإبعاد المصالح الشخصية لكل منهما وهي سبب الفتنة انظر إلى مصلحة الشعب مصلحة بلد مصلحة وطن مصلحة قدس أنا أقولها أن ابني هو سيد الرجال هنية والسنوار كرم أمهات الأسرى التي اعتدى عليهن النائب الإسرائيلي في الحافلة وهن في طريقهن لزيارة أفلاذ الأكباد حيث طالبنا بتوفير الحماية لهن والحفاظ على كرامتهن حتى ولو جاءت على حساب زيارة أحبتهم لازم نحن نكون حماية دولية أنا أقول لحقوق الإنسان وللصليب الأحمر يتابعنا من الأول للآخر يا منزور الروح بكرامتنا ونروح بكرامتنا بدناش للزيارات ولا تدقي لهم الله أحسن من الجميع اللقاء شدد أيضا على أهمية الدور المركزي الذي يؤديه الوجهاء والمخاتير على مستوى المصالحة المجتمعية والسلم الاجتماعي كخطوة أولى على طريق دفع المصالحة قدما إلى الأمام حماية المصالحة الوطنية مهمة الجميع من مواطنين ومسؤولين ومخاتر الذين يؤكدون على ضرورة تدليل العقبات لتدور عجلة المصالحة من جديد لانا شهين غزة أعلم يا دين يبهاجلنا إلنا الأرض راح منك هاتل برد وصيف ببتك ترحال عن هالأرض أو بيشيلك حتى السيف ضع صف ريح وينزى الليل والأسوار بتتعلم بالساحف وارد وخير والراجد شلح كله وينزى الليل وصلت دفعة جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة العديد الجوية جنوب غرب الدوحة بحسب وزارة الدفاع القطرية الوزارة قالت أن الدفعة الجديدة تضم عناصر تابعة لقيادة القوات المشتركة ومن المقرر أن تنضم إلى القوات التركية الموجودة حاليا في كتبة طارق بن زياد الآلية لتباشر مع نظيرتها القطرية تمارين عسكرية ضمن الاتفاقية العسكرية المشتركة بين البلدين إلى المغرب حيث شهدت مدينة جرادا شمال شرق البلاد تظاهرة احتجاجا على التهميش والفقر بعدما شيع الألاف شقيقين لقيا مصرعهما في منجم للفحم علي مرتضى تظاهرات بالألاف في مدينة جرادا شمال شرق المغرب الهدف هو التنديد بالتهميش والفقر الذي يطال هذه المدينة وذلك بعد وفاة مواطنين من البلدة ما أحتطى صدمة بين الأهل الضحيتان هما شقيقان يبلغان من العمر 23 عاما و30 عاما توفياء الأسبوع الماضي لدى جمع عينات من ممرات غير قانونية لمنجم فحم حجري مهجور وتم انتشال جثمانيهما في اليوم التالي وفات الشبي ندت إلى استياء وغضب لدى الأهالي بحسب وسائل الإعلام المغربية حيث شهدت المدينة غضبا شعبيا ترجم أيضا بإضراب عام تعبيرا عن الصخط الذي يشعر به أبناء المدينة إثر الفقر الذي يضربها وافتقارها لمشاريع تنموية الحديثة أعادت صراع بين حزبي العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة وبين حزب الأصالة والمعاصرة إلى الواجهة إذ ارتفعت حدة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين تماما كما يحدث في كل أزمة يمر فيها المغرب بيان لحزب العدالة والتنمية يقول إن الموت واليأس الذي يعيشه شباب المنطقة هو نتيجة طبيعية لهيمانة قوى التحكم والبؤس على الشأن الاقتصادي والسياسي في المنطقة حسب تعبيره بالتزامن مع أحداث مدينة جرادة تحركت مجددا قضية اعتقال الناشط في حراك الحسيمة ناصر الزفزابي الذي طالب بتسريع تنفيذ عقوبة الإعدام في حقه الزفزابي الذي تصدر الناشطين في حراك الحسيمة أعلن استعداده للإعدام لكن بشرط تنفيذه مضيفا أنه سيكون شهيدا للوطن جلسة محاكمة معتقلي حراك الحسيمة وبعض مناطق الريف شهدت تشنجا منذ بدايتها بسبب مزاعم بتعذيب ومضايقات يتعرض لها المعتقلون داخل سجن عكاشا في الدار البيضان والآن جولة على أبرز عنوين بعض الصحف العربية صادرة صباح هذا اليوم مع زميلة فاطمة قاسم صباح الخير صباح خير وفا شكرا لك أهلا بكم مشاهدين مجددا إلى هذه الجولة سنبدأها مع صحيفة الحياة روسيا تباشر تشكيل قوتها الدائمة في سوريا أربعون فصيلا للمعارضة ترفض المشاركة في سوتشي وتتهم موسكو بالالتفاف على جناذ مصر إعدام 15 إرهابيا قتلوا تسعة من قوى الأمن إلغاء أحكام مشددة بحق ثلاثين من الإخوان وفي الصحيفة السعودية اتصالات أمريكية غير مباشرة مع عباس والسلطة تشترط للمفاوضات رعاية دولية هنية خطة ترامب تتضمن عاصمة في أبوديس وجسرا يربطها بالأقصى وفي أبرز عنوين صحيفة الأخبار اللبنانية على صورة غلافها الرياض بيروت السعودية بلا حلفاء بالريعون ينسف الطائف وفي الأخبار سقوط منطقة بيتجن قرى جبل الشيخ في يد دمشق وفي أبرز عنوين القدس العربي هنية خطة أمريكية تسمي أبوديس عاصمة للفلسطينيين بدلا من القدس وواشنطن تعقب الأمم المتحدة بتخفيض مساعداتها 285 مليون دولار جسر يربط البلدة بالحرم وتقسيم الأقصى لثلاثة أجزاء وخلق كيان سياسي في غزة اجتماع ثلاثي لرؤساء أركان جيوش تركيا وقطر والسودان وفي أبرز عنوين صحيفة العرب القطرية الشقيقة تركيا تعزز قواتها فيما سمتها كعبة المضيوم لقاء ثلاثي يجمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونظريه التركي والسوداني بالخرطوم وننتقل إلى الصباح الجديد العراقية عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش من ديالا إلى حدود بغداد واشنطن تشتري عقارا في القدس لنقل سفارتها إليه ونختم مع أبرز عنوين صحيفة الوطن السورية الجيش يقترب من إعلان ساعة النصر في الغوطة الغربية الإرهاب يتراجع في أرياف حماوة إدلب وأسرائيل متخوفة من التقدم الاستراتيجي روسيا تطالب برعاية أمبية لسوتي وتتحدث عن موعد لخروج القوات التركية واشنطن مربكة وميليشياتها تعلن تبع عن رفضها المشاركة بهذا العنوان نأتي لختم جولتنا عودة إلى وفا شكرا لك فاطمة ونحن بدورنا لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز عنوين النشرة الهلال الأحمر السوري يبدأ بنقل حالات إنسانية من الغوطة الشرقية لدمشق إلى مستشفيات العاصمة للأدس اليوم لو ما فيه سكوت عربي معروف مسبق ومتفق عليه كان يتأخذ هذا القرار بسيلي ينتقد تخذوا للموقف العربي بشأن القدس ويؤكد للميادين أن زيارته إلى سوريا ستأتي في حينها سلسلة مجازرة بحق المدنيين في اليمن 130 شهيدا وجريحا في غارات للتحالف السعودي على صنعاء وتعز والحديدة وبتأكيد المزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نات باللغتين العربية والإسبانية وكذلك صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكم على طيب المتابعة في أماننا